أنه زكية حكت والناس حكوا هذا الشيء اللي رهم أثر وهذا كان الزوج المطبيرين زوج أنا بالنسبة لي في زوج كانوا يحكوا على شاهي ناز بالخير كانوا يموتوا على شاهي ناز يحبوها أنا بالنسبة لي رح أقول لهم كلمتين لو كنت رجال فعلا كنت توقع على مبدأكم اللي هو كلمتكم الأولى أنا الرجل كلمتي الأولى رح أبقى مع علي وشاهي ناز إلى آخر البرنامج وبعد البرنامج أما أنتو مستحيل تكون رجالي ورجل فتحت أنا وأنت معي تفضل جزائري طبعا هذه كلمتي إليهم لأنهم ناس مش محللين ومش محايدين ومش أولاء ويحاوسوا يروحوا عم يحاولوا يا أستاذ مهند ليروحوا للبلاس بدل شاهي ناز ومستحيل ناس مثل هذا يكون عندهم رأي لأنهم هذا عندهم سهم يتعاملوا بالمطاري يا أستاذ مهند ينباعوا وينشاروا هذا الثنين أما آدم دقيقة أستاذ مهند رأيك أحكي بالنسبة لأيلي أنا رأيه مغاير طبعا طبعا أما آدم أما آدم يا أستاذ مهند وطالع يحكي على آدم وسامي طالعوا من قبل وطلع آدم يحكي على شرف عليه علي يا أستاذ مهند باعتراف جميع المشتركين قالوا أنه في بيت البرنامج أنه نسوانجي بعدها عم يحكوا على شرفه وعم يشككوا أنه راح أقولها أنه يحب الرجال أنا راح حللهم تحليل منطقي من داخل من داخل البرنامج علي دايما كان علاقته مع بنات ما كان يجلس مع شباب كثير علي كان مع شاه ناس وبقى مع شاه ناس أما اللي حكوا عنه مثلا أنا فارس كإثباتا لكلام سامي كان يحكي عليه ويقول أنه علي صح ممكن يكون في هذا الشي أنه شفناهم في الفيلا هو عم يحكي هيك أنا ما شفتش عارس دخل في علاقة فارس دخل في علاقة جدية وما شفتش سامي لمسك إيد بنت وباسع أو حضم بنت أو تكلم مع بنت بطريقة يعني تبع يحب بنات أنا بالنسبة لي يا سامي إنسان بارد فارس إنسان بارد هيك أنا راح أشك في البرنامج هذا الإنسان ما دخلوا يحبوا بنات هذا إنسان يظلوا جالسين مع بعض إذن ممكن يكونوا هما اللي عم يحكوا عنهم اللي عم يحكي عنهم سامي أنا أنا تحليلي هيك لأنه شفت علي دايما مع شايناز كان مع وجدان كان مع ما كان لوقته مع الشباب كثير فهمتني يا أستاذ مهند بهذا الشي أنا بالنسبة لي هذا هو تحليلي المنطقي أنت ولي فيكم يعني بالمختصر المفيد السفيه ينطق بما فيه أنت فاهم يا أستاذ مهند نعم 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 هذا هو التحليلي لهذا الشي ثاني حاجة يا أستاذ مهند الحملة اللي عم يعملوها بقصة أمنية اللي عم يعملوها بحق قصة أمنية يعني علي ترك وجدان اللي كانت تنتظره وترك دعاء اللي حباته وترك نيفين اللي نقوله على هي يا حبسي أستاذ مهند نيفين مش ذكية نيفين خبثة لأنه الخبث يستعمل لتدمير العلاقات والله سبحانه وتعالى أمرنا بأنه لما ندقل البيت الراحة حشك يقولوا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ما قال من الذكي والأذكية لو كان الشيطان ذكي ما كان يكيد لأنه الشيطان هو مقترم بكلمة بكلمة أنه خبير حنبعد 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 إنت لما تشوف أني تجاوز حنبعد هذه هي آرائي بالنسبة لهم أما المخطط اللي عم يعملوه عم يبسطوا البساط الأحمر لأمنية لحتى تدخل ويكونوا دائما معاها وحتى يشوهوا صورة علي ليش؟ لأنه علي ترنت حابين يشوهوا سمعته بأي طريقة أول شيء أمنية قالت أنه هذا البرنامج أنا دخلت له علي قبل ما ندخل للبرنامج كنت متواصل مع علي وقال أنه شاهناز ما بدي إياها وبيدي يكون معك وبيدي بناتك كثير في البرنامج لو كان بده يغير شاهناز يغيرها من الأول أولا شاهناز اللي احتواته واللي فهمته واللي كانت وقتها معاه واللي وثقت فيه أنه ولا بنت كانت معه بشخصية شاهناز وبكبر شاهناز وشاهناز أفضل بنت دخلت للبرنامج هو أخذ أفضل بنت في البرنامج أما أمنية لا هي بشمال شاهناز ولا هي بأخلاق شاهناز لأنه شفناها بره في البثوث أخلاقها يا أستاذ مهند أنا رأيي أنا من أحكي رأيي أخلاقها صفر طبيعي الحال وإنسان اللي هدد فيديوهات واللي هدد هو رفضك يا أختي إنسان رفضك خلاص يعني اللي يرفضها علي لازم يعملوا له مشاكل دقيقة يا دقيقة خليني يكمل ورح ينزل بقاتلي مانبا تقيقة ونزل الخلاصة هما فيها يا أستاذ مهند حملة لتشويه صورة علي طريقة فضيعة جدا يعني 11 بني آدم حتى بره البرنامج 11 بني آدم كلهم ضده فقط لأنه طاعة ترند وإنسان ما يحكي في أعراض الناس عم يستفزوه لحتى يحكي في أعراضهم لكن علي والله ما رح يحكي عليكم إحنا اللي حنرد عليكم وإحنا اللي رح نجيب حق علي بكل بكل حذا فيه يعني وآخر شيء يا أستاذ مهند رح أوجه رسالة لأرنب يا أرنب إذا كان عندك دقيقة دقيقة بس ملعو دقيقة ما نغلط على المشتركين ما شرح أغلط ما شرح أغلط رح أوقف لو كان عنده لا على موضك أنت ما يصير عليك هجوم يا أخي يعني أستاذ مضالة دقيقة أستاذ مهند خلوني يكمل ففرتي ورح أنزل هو حر يا آدم لو كان عندك دليل نزله لا تقعد تتفلسف وتحكي على علي والله علي مش حطك في راسه إحنا اللي رح نحطه في راسه لا أكثر ولا أقل إنت رح تحكي وتشوه صورة علي وإحنا رح نشوه صورتك عادي جدا وإنت فهمك كفاية أنا أستاذ مهند إحنا عدنا حق الرد وعدنا حق الاعتبار لأنه علي ما شفنا منه حتى غلط خاكم الطبيعي تفاهم وناس كلهم عم يحرضوا ضد علي وعلي ما عملهم أي شي لو شفنا منه غلط كنا لهم ناه علي ما حكى عليهم أي شي وما سمح لي أنا شخصيا أني أتجاوز على أي طالب أو على أي مشترك في البرنامج واللايف مسجل وكل شي موجود لما طلعت معاه ما سمح لي أحكي على أي إنسان مش الإنسان النظيف والطاهر تحاولوا أنه تقلبوه مثلكم علي رح يسكت إحنا اللي رح نحكي وهذا آخر كلامي يا أستاذ مهند ومشكور أنك خليتلي المداقة لهذه ولا يهمك جزائري بس أنا اللي مش أستاذ مهند إيه سواني بس بطل أني رح أعطيك بس أعطيني ربع دقيقة أنا منشي مشاني أنا لأني أنت اللي عب تحكي وهذا رأيك بس أنا حرصا على الألقاب تعرف أنا لايفي بس فقط مشان الألقاب مشان موضوع المشتركين منذكره باسمه احتراما بما أنه لايف لايفي عرفت عليك كيف أنا ما بهم نحوه رأيك بالأخير يعني أنا ما يأثر علي بس بكل الأحوال أنا بلايفي بحترم جميع المشتركين بأساميهم مشاكلهم ناقشها أما كألقاب أنا ما بحكي فيها شكرا لألك جزائري على مشاركتك مشكور أستاذ مهند الله يخليك شكرا على غيرتك برات قلبي كما نقوله في الجزائري حبيبي شكرا لغيرتك شكرا لغيرتك وحقك الطبيعي أنك تغار على المشتركين اللي أنت بتحبهم مثل ما غير فنزات بغاروا على مشتركينهم أنا ماني فنز مريض أنا ماني فنز ملحاز أو مريض أو عندي هوس بمشترك معين أنا وقف مع الحق على الأقل أنت ملتهي بمشتركك ما نكملتهي بغير مشتركين أنت تتلقى الهجمات وأتصدى وأتدافع عن نفسك حقك الطبيعي شكرا جزائري طبعا 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 أستاذ مهند بارك الله فيك أنا رح أنزل حبيبي شكرا شكرا الله يخلي وطلعني يا أستاذ مهند لأنه إذا عملوا لي رفض من قبل لأنه أنا توسوسكي ما يقول إذا عملوا لي رفض مشرفينك من قبل يا أستاذ مهند آه لا يا جماعة جزائري ما حدا شو ما علق شو ما هذا أنا أتلم يا جماعة مشتركين مشرفين عفوا جزائري أخونا بأي وقت يرسل دعوة طويل كومنت تبتو كومنت يعرف لؤي سمع يعني هو مدير بس تبعي كله لؤي يعني أنا لا بحس ما بحس ما بحس يكون نرفض غير أنه لما أنت أوقات تكون عم تحكي ما بتحب حدا يطلع معك فهو كرمال هيك آه بجوز فقط لا غير لا لا أنا أنا محكي لا 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 شو المهند شاهد أنا ما عم أقول أنك سواني بس سواني بس يا أحمد خليه بس وضح الفكرة أنه أوقات مهند يكون عم بيشرح أو مثلا عم بيحلل أو شي فما بيحب حدا يطلعه ما بيحب يطلع حدا ما يطلعه كانوا طالعين ثلاثة أو أربعة أنا متأكد من هذا الشيء بجوز بالغلق جزائري ما يعرفو إن شاء الله ما تنعادل لأنه أنا نحب أن نطلع مع أستاذ مهند ويفهمني يعني بأمرك جزائري خلص ساعة اللي تريد أنا موجود الله يخليك مشكورين وأنا بأعتذر إذا كنت غلط في أي كلام لأنه الله غالب زادة بلغ تصيله الزبا حقك تدافع عن أنت تحبه طبعا 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 يلا أهلا وسهلا فضل لؤي فيني أنا أقول شغلة قبل ما حدا يبدأ أنا كلؤاي أنا ما عني فانزلا ولا أي حدا غير طارق وآية الكل اللي بيعرفني أنه أنا فانزلا أنت نطام خليني كلامي فأي حدا بيروح لمحلات تانية وبيكتب مثلا لأي طابع لفانز حدا معين أنا ما عني طابع لأي حدا كل ما هنالك أنا بطلع مع الأستاذ مهند لأني أنا بحترم باحترم الأستاذ مهند باحترم تفكير له أي شيء تاني تماما ما أي شيء أستاذ مهند بيحكي يعني أنا موافق عليه وياما وياما بنعد من تناقش أنا ويابي أمور هو بيكون مثلا أنا ما عني مقتنى بوجهة نظر هو اقتناعه فيه مية بالمية صحيح؟ تماما وأنا بحترم لكله أرائل كله كل الفانزات معده فانز الزرافة أنتو بتعرفوني فقط لا غير حقق الطبيعي هذا رأيك بيعطيكم العوش حبيبي تفضل بطلاني كنا نتكلم ايه تفضل يعني الدور أوليش أنا من أردن تمام يعني لا من دولة هون ولا من دولة هون بس أنا محب العلاو شه ناس بس بدأ أحكي كم وحايد أنا بدأ أحكي كم وحايد أنا بالنسبة للفانزات تمام اللي بيحكوا هسا حليا قاعدين بقولوا إنه علي بيحكي بظهر وكذا وكذا أنتو وين كنتو لما شتموا علي بالكلب وشتموا علي في قليل الأخلاق أنتو وين ما حكيتو فاضل شي يا محللين يا محايدين ليش أنتو مش شايفين الغلط يعني المشترك اللي بتطابلولو قاعدين هسا من أول برنامج ما عملوش غلط مع أنه كل الغلط اللي عملو حكا وحكا 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 تمام أنتو ليش ما هجمتو ما هجمتو لما مبارح بحلقة مبارح لما صار آدم بدان في الشها الفاظ لما آدم قال ما كان شي حب أنا كذب بتمثل البرنامج وين كنتو يا محللين أنتو اللي بتقولوا كده وكده علي علي الوحيد الوحيد اللي بأول البرنامج إجا إجا ما أقعد أشلم مع بنا لما آجي شاب أنا شاب عمري كده وكده أقعد خمسين حلقة خمسين حلقة بنت ما أقعد معها أتحدث معها دي كعاطفة أو أن أتعرف عليها هذا إيش ده أنا فهم أنا هذا مفهومي غلط أنا جاي هون مش جاي أحب تمام والعاقل يفهم لما أنتو تقولوا محللين محايدين لا لا تقول محايد أنا أقول أنا فنز كده أوكي أنا معك بمشو معك زي ما بيدخل زيادة تمام بس إنك تقول أنا فنز أنا محلل محايد وتقعد يتطبل هذا الاشي مش من حقك تمام وبالنسبة لللي بيقوله هسا أنتو أنتو مش نفسه نفسه سامي اللي طلع قال أنا اللي دخلت أمني للبرنامج هسا ليش يتغير الحكيه كيف أنتو 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 ليش لاش النفاق ليش التناخذ اللي بيصير هذا عندكو وانتو نفسك ونفسكو كنتو الطبلو تقولوا آه سامي اللي فوتت أمني للبرنامج آه سامي اللي تتواصل مع الإدارة آه سامي كده 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 هسا صار لأ صار فيه تواصل وكده وكلكو كلكو صرت تدعموها يا أخي حتى التناخذ التناخذ صار فارس أول البرنامج لما صارت مشكلة بين علي وسامي طلع دافعا علي قال لا الوحيد اللي كان صار لي ورجل مش عارف إيش وما كان يشرب وكده وكده لأ فارس انقلب معكو تمام رجعت فارس أول إيش ما كان سادق كان كذاب وكان منافق ومش عارف إيش وأقف مع علي هسا عشان صار بصفكو صار فارس صح وكل اللي بيحكيه صح وواب فأنتو أنا بس رسالتي للمحللين والفنزات اتقوا الله بس اتقوا الله خليكم خليكم رجال بلا نفاق وتناقض آه والفنزات إذا انت بتقبل على حالك اللي بيصير قاعد هاب تمام وإحنا ما بنسبب شرف انتو بتسببه بشرف قاعدين ببنت أنا ما بقبل على أي بنت عربية مش سواء شهناس أو غيرها وام خاص نص ام عربية ام عربية اقسم بالله لو اي واحد من اللي حط صورة ام علي مثلا من فنزات وقاعد يحتي وكده 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 لأنك قدامي غير أشاكك 850 قطعة لأنك انت ما تربيتش تمام اهلك معارفوا ربوك انت ابن شوارع لأنه انت هاي العادات ما بسواهش رجل تمام ولا بنت ولا بنت عندها أخلاق اللي بطلع صورة ام ام عربية انا بالنسبة لهي الالفاظ بحتفز فيها شكرا شكرا على مداخلتك شكرا على مداخلتك حبيب القلب وصلت رسالتك انت مقهور لا بس مش مقهور لا ما بحب شخص انا بحكي لك محايد انت استاد مهند انا بعرف انك محايد تمام انت اللي قاعد تشوفه هذا نفاق وتناقض انا بدي واحد محايد بس يوقف قدامي ويغلطني ما راح ألاقي لانهم كاعدين على الباطل قبل الحق هو بقول انا محايد هو مش محايد يعني انت تقول انا فانس كده وبدافع عنه الغلط والصح اوكي اتقول انا محايد لا حدا عشان انا في عندي كلام بدي احكي ما كملك بس انضغط علي وطالعت حدا على كل الاحوال رسالتي يا استاد مهند بس رسالة كلمة خير ونزلني وسوي البدك اشكرك على القسط طبعا رسالة للمحللين المطبلين رجاء 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 لازم اتنح عليك بس رجولتك لازم اتنح عليك والفنزات اذا ترضي في هذا الحكي فانتي نفس الشخصية اللي بتتبعيها اذا ترضي في اللي بيصير هذا وتهتك بالعرض وكذا وكذا فانتي صفر صفر تربية شكرا لك شكرا بطلاني شكرا شكرا على الجزء رح اعطي البغدادي رح اعطي تيم العيالة كمان اخواتي اعطيكم انا فيه كلام لازم احكيه فانا طلعتكم بس اختصرت كلامي في شي بدي احكي تفضل بغدادي اولا شكرا لك على الجزء وثانيا ترى هو الكلام هو اتكلم بالشرف الكلام لازم يصير قوي يعني هو ديط عن بالشرف اي بس بدون اسامي الارنب قال انه بغدادي هو هذا الشخص يعني بدون الشخص المعني الفاشل ادعى انه عنده اللي يستر قال اللي يستر على شاذ هو شاذ فانت وسامي وفارس صار لكم تلتة شهور من الساترين فانتم وشواذ هاي وعدة هاي وعدة هاي وعدة اثباتات موجودة انت 24 ساعة وهي سامي جالس تحت الزيتونة كل لقاءاتك اكثر من وجدان انت مع سامي وبثوث مع سامي وطلعاتك مع سامي فانت لازم تثبت براءتك انت عليك التهمة ثابتة فتريد تلقي التهمة على غيرك لا عزيزي الفيديوات والكاميرات والبرنامج ده يثبت انت عندك المشكلة هاي نقطة النقطة الثانية هو يقول احنا نريد علي ذا رد انا ارد هسا داس على رأسه بالستوري خلي نشوفه يثبت انه هو رجل اقوال وليس رجل افعال وليس اقوال احنا ندوس عليه بكل البثوث الشخص المعني ما ذكرت اسمه الشخص المعني ندوس عليه ومنتظرين يرد لو الا تيجي الختم على رأسه من المعنية الاخرى تضربه على رأسه يا الله يطلع يحتي فاحنا نقول له يا هدم ويا هاي المجموعة الفاشلة التهم عليكم واحد حاطلى حلقة باذانة وموشم والثاني ما تعرف على اي بنت بس تعرف على الشباب بالبلة وانت يا ادم 24 ساعة جالس تحت الزيتونة وهاي اثباتات موجودة بالبرنامج فانت طلع اثباتاتك لو تنشب وتسكت وشكرا على القسط حبيبي بغدادي شكرا لك وصلت رسالتك تفضل تيم العيالة حبيبي استاذ مهند شكرا لك على القسط وانا بس ارد اوضح شغلة احنا كنا تابعنا الحلقة من البرنامج من اول حلقة الى حد اليوم خمسين حلقة وهم يغلطون بعلي ويتجاوزون على علي ويضغطون على علي ومؤامرات ضد علي علي بحلقة وحدة طلع لقطة وحدة يحتي مع حبيبته وحجها الحق استاذ مهند حجها الحق اللي وضحنا الحلقة يعني طلعت الحلقة وكنا شفنا الحلقة انه ما حجها شي غلط حجها الحق على اللاوي وطلعوا وهاجموا علي بشكل فضيع هاجموه بشرفه هاجموه بامه هاجموه بتخريب سمعته لكن علي الحلقات بينت ووضحت انه علي سمعته بيضه علي انسان عنده كرامه علي رجال غصبا عن الجميع علي صاحب صاحبه هو اصلا قللك انا لانك صاحبي ما ارضى عليك تبقى مذلول بهاي المرحلة لا تنذل بسبب امرأة انت رجل ليش هالمذلة ليش تبكي عشان امرأة فاحب اقول للفانز للفانز اللي يسوي مشاكل انتوا اللي يردتوا الحرب حرف فانزات فاحنا مستعدين لهاي الحرب احنا جيش على اللاوي بظاهرة واللي يغلط ويسيء بحق علي احنا راح نرد بنفس الاسلوب تحياتي لك يا أستاذ وان حبيبي تيم العيالة خلوني احكي كلمة شكرا تيم العيالة عفوا شكرا لفانز علي شايفين وين وصلنا يعني انا والله للأسف ما نحابب انه هذا الكلام نتاج عن اتفاق كلام ادم مش لوحده ادم ما بطلع بحكي هيك لحاله لو ما كانوا دافشينه ولو ما كانوا معبين له براسه ادم ما بطلع بحكي هذا الكلام حتى احكي انا كعدن فرجيتكن انا يعني بس عينة صغيرة يعني من الفانز العراقي اللي مأهور على الكلام اللي انتوا اليوم عبتحكوه على مشترككم طيب حطوا حالكم محل للفانز العراقي لو هني جاي مشتركوا علي حاكي نفس الكلام على المجموعة الثانية شو كنتوا راح تعملوا راح تسكروا لنا صفحاتنا راح تجوا وتسكروا الصفحات جميعا وتهاجمونا وتطلعوا علينا من غير شي اذا منحكي كلمة حق عم بتهاجمونا وبتلقبونا شوفوا انا مع انه ما برضى اي لبق طالعت انا فانز علاوي يعني وضبطتهم بالكلام مع انه انا اذا ما بخلي اذا بعطيهم الفرصة لفانز شهيناز او فانز علي والله لا تسمعوا كلام في حياتكم ما نكون سامعينو بس انا عم بضغط عشان ما ينسمع الكلام وما بدي ايهن يغلطوا متل غلطكن متل فانزاتكن متل فانزكن اللي بيهاجم وبحكيه بالاعراض فانزكن بيشبهكن فانزكن بيشبهكن لا تستغربوا الكلام اللي راح يطلع من من فانز شهيناز وفانز علي للأسف نيكولا ما عنده فانز للأسف للأسف زكية عرفته كيف تصالحوه عرفته راح تاكلوه هاي عينة للأسف ادم مولح حاله في مين عبده فشو بحاول يخليه يصير نمرود او بنمرده بيخليه يتنمر معروف مين حقد كبير عندكن روحتوا البرنامج خربتوا البرنامج بتريدوا اخبركم البرنامج انهلكم يا هلا مشان متابعينكم اللي بحبوكم ما يتابعوا البرنامج اسكر لكم البرنامج كله هلا اعطيكم النتائج يلا روحوا عالبيت خليتابعوا لايفاتكن تركونا وعفوا عنا لسا مسافرين رايحين من محلة محل وتجتمعوا وتساووا مجموعات شو هاد؟ مناظر قاعدين تجتمعوا وحابينكن الفانز لك خليتوا الفانز احزاب لعم في حياتنا نحنا في الفيس سيزن وان ما صار هيك معنا خليتوا فانزاتكن احزاب لغ خليتونا نحنا المحللين ما عم نعرف هون نوقف ولا هون نوقف عجب انا هون مضبوط عجب انا هون مضبوط ما عم بعرف ويلا انتو طالعين ومسافرين ورايحين وجايين وشاينين شنط وجايبين شنط وعم تتزاوروا وبتتامروا شي غريب شي غريب شاري نقلعي من عندي يلا نقلعي وليك انت ولي عبت تحكيلي عنه يلا قلعو ولا هي شاري يعبشون الله العظيم بشرفي اقسم بالاخ جلت انا اسكر بسكر انا البحتوى كله ما عد بدي اسمه المصيب ما عد بدي اسمه المصيب ده تضلوا هيك تحكوا على صوت مواضح ما فيني اطالع حدا لاني شول اي ما فيني اطالع حدا يا جماعة مواضح 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 شي يؤسف يعني اسكر اللايف اسكر اسكر المحتوى كله وتظلوا انتوا قاعدين عب تعالى بنهيلكم البرنامج هلا بخمس دقائق هلا بحكي كل شي عندي هلا انا ماني مشترك انتم فاكرين اخباركم مايبرا اخباركم كله برا ليش انتم قفتوا شي ماين حكى امرات مؤامرات خي يتركونا نحن حابين اللي نحبه اخي ايشوا اللحظة مؤامرات مؤامرات ترى ما صار غير في الوطن العربي هذا الشيعة فكرة ولا نسخة من نسخ اسمه ونصيب الاجنبية صارت هيك ما رحكون حيادي خريتوا على الحيادي انتم خريتوا على شي اسمه حيادي ليش ضل شي اسمه حيادي ليش ضل انتم عندكن شي حيادي خريتوا على شي اسمه حيادي اخدين حتى المحللين بتكون ياهم حياديين لطرفكن يعني حيادي لطرفكن شون عبتزبط معكن انشخ على كلمة حيادي ما بقى والله ارفت كلمة حيادي لك ارفت اذا بدي احكي على مشكلة لازم انا اكون ماون لازم اذا بدي احكي على مشترك لازم احكي على مشترك عندهم. اذا صفقت لمشترك لازم اسفق لمشترك عندهم. ليش اسفق لزكية? لازم اسفق لوجدان. ليش اسفق لعلي? لازم اسفق لادم. ليش اسفق مسلا لا لا نيكولا? لازم اسفق. انا بالغصب عني لفارس. بالغصب. بالغصب. خلي ولي برنامجكم زفت مجموعات حرمتوا عليكم حرمتوا على غيركم حللتوا على حالكم. وانتم اللي بتنطردوا تنطردوا برا البرنامج وانا راح ضل وراكن هاي المناظر الغش الغشاشين الكذابين يا كذابين يا كذابين اللي طالعتوا قميمة يا كذابين يلا بتطردوا على كيفكن الهجوم هادا هادا ما بيمر هيك. جايين قال يعني فوق حقه دقه. يعني ضربني وبكى وسبقني واشتكى كسرتوا ولسه عبتتباهوا بالتكسير. عبتتباهوا بانه صارت اصابات متباهين. والبرنامج اخرى منكن. البرنامج يعني زبالة. بترك عالم وبطرد عالم. يعني بشو? يعني بشو مع هيك برنامج? فيه? منو هادا المخرج? ولأ وقت طلعت قميمة خربوا الدنيا. كسروا عافوا عرض لالة للبنت شلوا عرضة. شلوا عرضة والله. وين ما تروح شلين عرضة. واللي ما بقى اشبهم من المشتركين? بقولوا له انت آآ الوان. يلا اضرب. هيك هيك عندهم. هيك عندهم. المشترك اللي ما بتعجبهم شرموطة. والمشترك اللي اللي ما بيعجبهم لوطي. عادي. بس اما نحن اذا منجي نحكي لازم نسفي. هيك بتكون انتو نحكي. قلعت انا خلص. انا لغيت المحتوى كله. يا اما بتصلحوا. دي صير فيه اتزارات. اذا ما صار اتزارات هذا ما مو اسمه برنامج. اذا ما صار اتزارات هذا ما مو اسمه برنامج. عايب. ولا استثني احدا. انا اصلا نكي رأي يلعن يلعن ابو الشرف اللي اللي وصل لعندك. نقول ايه ليك? نقول ايه يلعن ابو شرفكن? بتكون تقوله شرميط وبتكون تقوله لواطي ونسكتلكن ونضحك. تحتاج ضفضع. يلعن ابو الشرف اللي وصلك. موهند لا توصل مستوعهم. خلينا. كنا نعفق انت شنا? لا يا اخي طالعوني عن طوري. خلص ما ما اقعد. انا انا بخرع البرنامج كله والله. شو مفاكرين? شو مفاكرين? منو يعني مشتركين? مين يعني احسب مشترك مين يعني عندكن? بلا ما تخلونا نحكي كلمة هلأ نسمعكن. هلأ اللي بدي يكتب تعليق بدي اش خلوه على احسن احسن مشترك موجود بالبرنامج. اللي بدي يكتب بس تعليق. بس بس بس. خلاص خلاص. بس ملحون ملحون. يا خي صدق والله والله العظيم يحسسونك كأنه المشتركين مجموعة انبياء. يلا انا مراقب كون. يلا اللي بدي ينسب مشتركه راح راح اتبع حسابه واسبل له مشتركه. لا لا خلاص اهدي خلي خليك منه. تستحوا على حالكن. تستحوا على حالكن. فانزات كله زبالي كله كله صار متل بعضه. قلنا لكم لا تعمموا عممتوا. ايه خلاصنا يا اخي يا اخي يا اخي وصلنا صرنا يا حسن. اذا عم بحكي انا اذا طلعت معالي معناته انا وينك خربت ملطة. وهن قاعدين يطلعوا مع بعضهم عادي. عرفت علي شلون? واذا بطلع بقلبوش شون? فيمت علي؟ بلاك بالناقص انا مطلعات كله انا مانت. شوف شوف. المشكلة. يا سادة والتسادة على مهنة على آدم ما رضيت يقولون عنها ارنب. والله ما عاد اطلع ايه ما عاد اطلع انا ما عاد اطلع. دقيقة دقيقة. ولا عادي همني. مهند. تدري المشكلة وين? المشكلة انه نفس المحللين ذوليك. تعرفهم. كانوا يذكرون على علي. اكثر من هذا احد. شوف. اسمع. ولا اكثر من هذا يعني التقوا بعلي شخصيا. ليش مو حسبوهم مطبلين العلي. ما بعرف. لانه كانوا يذكرون اسماء المشتركين الاخرين. حلسن انا ما قلتلك لقيني على المطار لنشوف الليستة. المشكلة. المشكلة. ما بقي عيفو لك مجال يعني انك تحب او ما تحب. بالغصب عنك. لا وشو ازاي بتذكر اسماؤن او بطلع اللايف عندك. باخرى اللايف عندي انا وقت بذكر اسماؤن. مهند روء. لا عن جد. انا اللايف عندي باخرى وقت بذكر اسمي. مهند انت. انت. ما بتحكي هيك حكي. انت كل امرات. ما يا خيتي. يا خيتي هيك الكلام. ما علي. لا تلات عن طورك. انا. انا انك مصب. من حلقة اليوم لحد الحلقة النهاية. عم طيوم شنو راح يصير بالتفصيل. وما راح اتحاسب. مو مشتركاني. لا موقع عقد. ولا عندي اتفاق مع المخرج. فما راح اخسر شي ولا لا استفاد شي. ذكرت شغلة حسن اللي عب يسجلي شكرا خديجة كافوا منك. اللي عب يسجل اللايف وبينشروا على اليوتيوب. ذكرت شغلة كثير مهمة. اللي عب يسجل اللايف وبينشروا على اليوتيوب. اذا ما بتحافظ على التعليقات بقضيك. اذا ما بتحافظ على الهجوم اللي عم بيصير علي. ما بسمح لك انا تنشر صورتي بعندك باللايف. اذا ما بتحافظ على التعليقات. دير بالك. انا ماني داير شهرة ولا بدي الشهرة كلها من وراء اسمه ونصيب. من الاخير بعطيك ياها. كل شي حدا بسجل عندي لايف. معروف هو تابع لمين. ما بيحميني بالتعليقات. انا راح اخد صور سكرينشوت. وروح قدمه. وارفع فيه قضية وحتى في اليوتيوب راح اشتكي عليه. الشغلة مايسهلين انكم تاخدوا انتم الفيديو تابعي وتحطوني والله عندكم مشان اتعرض للتعليقات. يا اما بتحافظوا على التعليقات وتمحل التعليقات السيئة. يا اما لا تاخدوا لايفي. ما لكم علاقة فينا. ما نحن كلياتنا هيك شوي. انتم باعترافكم نحن شوي هيك. كويس. ونحن اذا ذكرنا اسميكم منصير كبار. منصير فتار لايفنا. اوكي. سبحان الله. ايه وانا لايفي كله اربعمائة خمسمائة شخص. ولا بد لي ايكبر. فلا تشغرونا ما بدنا لايفاتكم. وما بدنا تحطونا اذا ما تسوي التعليق. بس من الاخير. مهند. مهند انت لانك غيوي شهرة. ولانك عم بتدور على ترندات. صرنا سنة نحن وياك. ومنعرفها. ومنعرف مين انت. ومنعرف كيف تتصرف. ومنعرف كلامك. ومنحترمك. ومنحبك. ومنعزك. خليك محافظ على سيئتك بحالك. وعاك تزعزع. وعاك تخلي حدا يزعزع سيئتك بحالك. هيك عم بتفرجينا انو انت بطل عندك سيئة بحالك. يا رندلع بتعرض انا لكتير كلام منه نقاصي بس عشان انو يعني اذا انا حللت. وانصفت ناس. عرفتوا انا ليش عب بطلع الكون. لاني انتم ما بتعرفوا. كيف توقفوا هاي الناس. مهند. هني بالدنياك يوب توصى الله هون. هني بالدنياك توصى لهذه المرحلة. لا تريد. لا لا عادي عادي. انا عادي جدا. عادي جدا. اقسم بالله هذا الكلام كلها عادي يعني. انا اشوفه بنظر لا شيء. لا شيء. انا حتى ردي عادي. شوف. انا حتى ردي عادي. اقسم بالله قبل شوية قبل ما اطلعوا اياك. شيروا لللايف. انزين فانز وجدان. انزين شيروا لللايف. طلعوني. اول مدخل تطلعوني اهم. اتهموني بانه انا ساب الملك. اقسم بالله حتى ما بررت. حتى ما تكلمت. قلت لهم طز. عادي اللي يريد يشوفني انا ساب خلي شوفني ما راح ابرد لك. الاثبات موجود. اللي يريد يشوفني انا ثلان خلي شوفني الاثبات موجود. شي سوون خلي سوون. ما ميهمنا. اطلع اتكلم اللي عندي وطز. شي صير خلي صير. مو مهم. ما عليش. ما عليش. بس انت لو تعرف شو عم بصير تحت غير البرنامج. حتى تحت عم بتصير في حروق. عارف. عارف. ما عم نعرف نطلع يا زلمي لايف على مثل عادة. مهند عم حسسن عم يحسسونا انه هالمشتركين دخل الله يعني يا رب. انبياء انبياء ايه. مقسم بالله محسسيني المشتركين انبياء. لك قرفونا. احنا عنا برنامج اللي قرفتونا لك يا زلمي. اسمه هيك البرنامج. بقى هانت هاي. مالعد غيثة اريد يحكو ايك شوية. ايه تفضل تفضل خلي طلع لغيس. بس افتح الكومنت. روزي روز كان الطالبة. يالله سواني بس. بس افتح الكومنت يا جماعة. يالله يالله رح افتحهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا هلا غيث. ليسعد لمساكم صباحكم جميعا. حبيبي غيث. شوانك حبيبي استاذ. حبيبي حبيبي. اول شي انا ما ايدك تتعصب. اثنيا. يا اخي انا معصب. يا غيث. بدك تفهم انا من مين معصب. معصب من هالفنز اللي مثل القطيع. ما بيفهم شي بالنقد. ولا بيفهم شي بيرد الاعتبار. ما بيفهم. ما بيفهم نفسك. ايوه. فانا بس ارضى اذكرك بفتشي. تتذكر الكلامي قبض 3 ايام. والبارحة عدت الكلام قلت لك. فيه 3 مشتركين جايحوا يكون حياكة شبيرة. تتذكر كلامي هذا؟ اهه. وقلت لك جاي يدفعون الفانزات. جاي يدفعون الفانزات. وسيطرنا على الموضوع. من ما ندفع الفانزات. وسيطرنا على الموضوع. اليوم شنو طلع؟ من مشتركوية قاعد. طلع بهجوم. طيب هي الحلقة البارحة كانت ليش ما هجمت. ليش هجمت اليوم؟ صحيح. ايه. فاذن المخطط الاول فشل. فعلينا انه احنا بعقدنا انفشل المخطط الثاني. فهمتني هسه؟ ما نريد عصبية حتى نوصل الى مرحلة المستوى هم لا. نعم. خلينا راقدين. لانه هذا دليل على فشلهم. بدوا جاي يفشلون. بدوا ما لقوا الخطة الاولى. ما قدروا بالخطة الاولى ينجحون. تسووا خلوا كبش فداء آدم. فهمت هسه؟ تتذكر كلامي لو لا؟ حطوك بش فداء للأسف. هسه انت تتذكر كلامي قبل كم يوم؟ نعم نعم. تتذكرون كلامي يا جماعة من الصعد. حسن سب المغرب سب الملك المفروض يمنع من دخول المغرب. دعني آرد. شفت أنا شنة بلاي. مكتوب حسين. حسين ما حسن حسن. حسان حسن حسن. حسن حسن حسن. حسن؟ لم تتذكرني على المطار؟ ثواني 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 خلوني آرد. على أساس تتشوفوني كل يوم ما شاء الله كل يوم داخل المغرب. هاي أول نقطة ثان النقطة أدعادكم دليل بأنه آني ساب الملك أو ساب المغرب فطلعوا الدليل وشوفوني أقوى ما بخيلكم ونكبوه وين صار هذا الشيء؟ ما أعرف يقولون على أساس آني ساب ملك المغرب يا أخي أول شخص طلع وتكلم بأنه تكلم بالمشتركين ولا تدخلون الدول هو آني أول شخص طلع وتكلم وقال لا تدخلون العوائل نتكلموا فقط عن المشتركين هو آني ففعلت مودي الطز وشي تساوا نساوا بكل الأحوال هلأ رح يطالعوا كل يعني كتير شغلات عادي عادي طيب أنا شفت اللايف حسنا شيء موجود بيه لما حتى نزلوك بالأخير ما سيطروا عليك ما قدروا لك شفت 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 اللايف المهم أكمل كلامي أنا فسيطرنا عليه في وضعية جدا بسيطة وقدرنا نتلافع الموضوع من جانب الفانزات وشفت أكو أكو صار ترابط بين وجدان بين زكية صح لو مصح بين وجدان بين فانزات يعني أميمو صارت خفت الوطيئة صح اليوم خلوا آدم كبش فداء آدم اليوم في كبش فداء وراح يصير العقاب شديد جدا ليش؟ والله ما أتمنى ذلك ما أتمنى ذلك أنا صراحة أنا قل لك يا أنا كنت خايف من هاي الوضعية أنا كنت خايف بس لا يطلع واحد منهم ويحتي والله العظيم كنت خايف أنا والله صراحة ما أتمناها لأحد يعني للأسف هني هيك عم بيعملوا أنا شيرت لك أنا شيرتلك وشفت الكلام كلام صريح وواضح أتكلم كلام صريح وواضح وعلي طبعاً رد في نفس اللحظة content هو كانت صعد لائف وكتبه لهennen في نفس اللحظة رد علي كيف يعني؟ علي البارحة كانت صعد لائف في نفس اللحظة أدم صعد لائف وحيش عالية وكاتبين في الكومنت يحطي عاليك أادم رد في نفس اللحظة قال لا يقول أكد لائل اللي عنده شي خلي يطلع لا يقول عندي فضائح اللي عنده شي خلي ينشر في نفس اللحظة قالوا في عنا فضائح يعني قال عندي فيديوات إذا أطلعها ألوان هاي الكلمة يعني ما يسهل إنه واحد يحكي ليش إذا بينا لا ما بتنقال يا رندلة بالوطن ما بتنقال لا 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 عيب عيب تنقال هي عيب تنقال هاي وحدة ثنين اليوم أنا إذا شاي كمية حقد على هذا البني آدم وعندي دليل أنا شرب دون ما أحكي ما بتنقال هاي الكلمة صراحة عادي عنهم نحن عنا عادي يا رندلة أنا لأنه ببينه نعرفه يا يا رندلة بالوطن العربي هاي الكلمة ما بتنقال مع أنه وطن العربي مليانين أكتر منهم ما بعرف أنا رندل أنتو يا أنا علي أصعب أنا رادار رادار يا صرف والله والله يا عظيم مهند يعني أنا أول مرة أشوف إنسان غبل هالدرجة يعني تقول عندي أدلة ماذا؟ والطرف الثاني يتحداك بعد أنه طلع أدلتك وأنت من الأساس ضده فشم تاني ما أطلع الأدلة إذا ما أنت كذاب وخايف كذاب خايف رسالة حسوني أنا أنا مود لآن تتعرفوني ما عارف أطيل بالحديث ولا عارف أطيل بالحديث لأنه عارف كثير ناس بس أرض أوجه رسالة من منبر أستاذ مهند إلى آدم شخصيا آدم هذا كلامي عن لسان علي اسمعني زيان عن لسان علي إذا عندك أدلة انشر إذا ما عندك أدلة اتلق الضربة بس عن لسان علي علي لسان علي علي جبب علي جبب оры أنا كفان ذاتي يعني مو علي بس خليني وضع خليني وضع خليني وضع خليني وضع نتكلم على اللسان لأنه علي قال طيب الزاد تقول عن اللسان علي حتى ما تنتهم غلط أنا فهمت أنه على اللسان علي هيك سمت لا 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 إحنا كفان ذاته نتكلم نتكلم دفاعاً على علي عندك عندك أدلة وبيكزود انشر ما عندك أدلة اتلقى الضربة يعني كيف؟ رح تجيك ضرب هيا هو رح يفهم هكلي زيان مهند يعني شوف شخص واحد لآدم بس آدم أنا قلت لكم لا هو لا تكلم لا هو لا تكلم ما ندخل بذات نحن من نريد نقدم ما ندخل بذات بس انت بتعرف انه آدم يعني العبانين اللي بيعقلوا بما انه هذا مشكلته يا شو ولد؟ هذا مشكلته شنطق على قولته طفل لو بس عرفي يفرز عضلاتك يا أخي هنه مجموعة بعد هذي هيا تصير بعدين كل شي يصفر اليوم لما يصير عندك يصير وياك شي نزين؟ وتعرف الإنسان اللي تسوى هذا الفعل تروح تحاسبه هو أم تحاسب اللي محرد خلص بس فينا نعرف من هنه المجموعة؟ المجموعة نتكرون بالاسم ما أخاف ولا أستحي تكرون بي الأول آدم ثانيا فارس ثالثا أنا استغربت استغربت للأسف حتى من طارق ما أقل على هذة؟ لا 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 حسن لا لات بس ثواني لحظة ثواني لحظة ثواني لحظة حسن لا 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 ما بقبل أنا فانس طارق ذي نحكى عنده لا مثلا لا لا لأنك شغلة خليني أحكي طارق صديق الجميع وهو لو كان علي علي يجي على تركيا وما عنده بيت حيستضيفه طارق خلينا نكون واضحين غير هيك بس لحظة خليني اقول شغلة صارت باللايف عن طارق كانوا عم بيلولوا انه يطلع مع مع آدم وهو كان آدم عم يحكي ما كان يقبل انه يطلع معه لانه هو ما دخله ما له علاقة بالشيء اللي عم يحكي فيه طارق صديق الجميع وكليتنا بنعرف انه طارق مع الجميع يعني ما حدا يقول لي حتى اليوم انتقدوا لطارق لاني كان قاعد مع علي اليوم انا سمعت بلايف من الليفات قال لاني فضت الفيلا فشوفنا طارق يعني بقعد مع علي وين المشكلة اذا قاعد طارق مع علي وين المشكلة لاللي عم بيقول انه طارق كان مؤيد لكلامه كذب ما اي قد ولا قال خيب بحرقول اسمك بحرقول لطارق اذا طارق قاعد مع حدا من يعني حتى بدهم طارق يعني يكون مجموعة بس طارق ما كان بمجموعة هو طارق نحط بموقف احنا نقول بالعراقي مثل بلاع الموس لا مع هذا ولا معها ايوه بالضبط هذي واضحة المهم اكمل الاسماء ما رح تطارق خونسو 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 ما عشفي حسن حسن ما بدأ اذكر اسامي خلاص بعد اللي عم بتقلي اللي عم بتقلي انه انا هايدي اللي عم بتقول هايدي فانس وجدان حبيبتي انا مش فانس حدا ومش اري البرنامج وكله سوا ما بيسوا فرانك مقدوح ما بدأ اذكر اسامي ابدا بس بالنسبة لي انا لو اين انت تفتح لايف هتفتح لايف عندك انا لاني بدأ اسكر بس بدأ اوضح صورة يلا نزيل لك افتاح انا رح اوضح صورة طارق صديق الجميع مستضيف للجميع فلا نروح فيها لابعيد ما انا من قبل يعني طارق كتير محبب لنا جميعا ما حدا يقدر يلعب علينا بهذا الموضوع اه بعرف انا موقف طارق انسان مسالم لما يفتح لايفه حتى يعني يحكي بامور طبخ بامور في حياته ما حكى موضوع برا الخطوط الحمرة بلايفاته فننسى هذا الكلام طارق هو شخص من مجموعة كاملة داخل البيت بس حسن خلينا ننزل روح عنده اي انا ما بدي ضل فاتح لاني وجعني راسي كتير من هاي المواضيع العباس معه واللايفات اللي عم بتصير كتير وجعني راسي والله ما بعرف ايما تبرجع بفتح لايف للأسف ايه للأسف اذا هيك بدي يصير الترتيب مؤند والله والله لا تهتموا سويلهم طوز وخلاص ما راح اهتم ما راح اهتم راح اضل انا فقط في تحليلي وفخاري كسر بعضه على قولة المشتركين فخاري كسر بعضه حسن اسبوءني يلا جايك يلا الفنز او المشت او ما بدي اقول اي انسان بيعلق لي تعليق سيء راح ارد عليه رد كتير قوي تحترموا نفسكن تحترموا حالكن عشان ما نغير اللوك وما نغير الوجه تابعنا اي فنز بتعرض لرأيه ومنبري راح يسمع كلام مني كبير بدايته اليوم حبيبي شكرا شكرا لكم جميعا اللي معي باللايف كلامي مش للجميع الكل على عيني وراسي من فوق انا كلامي موجه للي بيهاجمني بكلام بيشبهه اي شخص بده يهاجمني يهاجمني باحترام انا بتقبل النقد يطلب مني جيس بطاله بطاله ويعطيني التفاصيل تبعه ويقولي انا هيك 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 شايف علي اناقشني اما يشتمني خط احمر ما بسكت وبالحق وبعرف مين مشترك اللي هو ما يله وهذاك الوقت راح تصير بس مش بس مشتركين مشتركين وفنزات تنضبط الفنزات وتنضبط هاي الحروب بين الفنزات وعيب كل انسان يلتهي بمشتركه يا اخي روحوا صمموا لمشتركينكن لسه راكدين اللي عنا عم نحلل راكدين عم نطلق اذا حكينا كلمة غلط في الورقة على على متل ما بقولوا على وجدان تطلعوا لي في الصورة بحكي على ادم تطلعوا لي في الصورة بحكي على دعاء تطلعوا لي في الصورة احترمونا فسكن عم ننتقد بأدب في حياتي ما تعرضت لمشترك في كلمة ولا برضا في لايفي اي احد يجيب سيرة اي مشترك بلقب نحترم بعضنا منكفي ما منحترم بعضنا بداقتين بسكر لايفاتي بسكر صفحتي بتصير صفحاتي بس لازمه المضرب كمان نحن وصخ كمان نحن نشح وشكرا لكم جميعا ما حدا يزعل مني انا صلي يومين ثلاثة عم بتعرض لكلام مشترك ما اتعرض له في حياتي ما ذكرت اسم مشترك عندي هون بكلمة سيئة ولا برضا حتى في الجستات اذا بتلاحظوا علي بطلعوا بجيحكوا كلمة غلط بطلع لهم بقول لهم لا احكي انتقادك لا تصيب اي مشترك داخل برنامج احيانا برفض الاسم ينذكر فبتحافظوا بحافظ ما بتحافظوا يلا الوسخ بده وسخ والقذر بده قذر وانا ما بسمع حدا يهديني اوكي بدنا مراجل ورا الشاشة يلا منمشي مراجل ورا الشاشة ما في مراجل حقيقية منحكي ما في مراجل حقيقية خيوا مراجل تيك توك ومراجل كيبورد متل ما بتسمعوا بتسمعوا او شكرا لك